الهوية المصرية وانا حريصة ان انا نعود اتكلم في الموضوع ده النهاردة لانه لازم ننتبه ليه جدا جدا نشوف ولادنا بيحصل فيهم ايه بيتم اتلعب بدمخهم ازاي وقوعوا تبوا فاكرين انه الفكرة بتاعة الاحتفالات دي هاتأثر بيها الولاد اللي في مدارس خاصة في مستوى معين لا دي كلها افكار بتوصل ما بين الاطفال وبعضهم كلها افكار تفضل ممتدة يعني انت ممكن تلاقي طفل في كلنا المستويات المتوسطة ومع ذلك هتلاقيه معا التابلت مثلا او التليفون فده بيخليه يدخل على الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي وليكن فبيبتدي ياخد الثقافة دي وانت ما عندكش ثقافة تانية موازية ليها ما عندكش حاجة حتى تعمل توازن في شخصية الطفل ده ما عندكش حاجة ممكن تقول للطفل ده خلي بالك اه دي ثقافة غريبة علينا بس احنا مش عايزين نتشبع بيها قوي ده كله طبعا ما فيش نيجي حتى لانتاج الافلام وحنا تكلمنا فيه مليون مرة بس مضطرين نتكلم فيه تاني لحد الوقتي ما فيش ما يقدم في السينما المصرية لاطفالنا خالص يعني حتى احنا كنا محظوين شوية لان احنا لحقنا افلام كانت معمولة عن فيروز او كان فيه افلام كان بتعملها نيلي فكان فيه طفل كان موجود في السينما بيدي لك نموذج لأي طفل ممكن تتعلق به لكن دلوقتي حتى ده مش موجود فكل اللي بيحصل ان احنا حتى كل الافلام اللي موجودة اللي هي مثلا تذكرت السينما عشان عايز طفل كمان يعني هي افلام ياريتها انها بتدمر الثقافة وبتدمر الهوية لا ومدمرة مدين يعني مش كل الناس تقدر تدخل السينما دي ان فيه تذكر السينما منها وصلت ل150 جنيه التذكرة فعشان ييجي اب وام عايزين يود ولادهم يروحوا سينما محتاجين 600 جنيه 600 جنيه ونحط عليهم بقى شوية فشار وحاجة ساعة واذا استموا يوم تدخل السينما فانت دخلت في 800 جنيه فحتى دي بقت الاسرة المصرية العادية وكلين عاديين والمتوسطة محرومة منها وحتى لو بقى توفرت الفلوس فهو يروح يشوف ايه يروح يشوف فيلم امريكاني مستورد او اين كانت هوية الفيلم بتتلاعب بالثقافة المصرية بتدمر الثقافة المصرية بتدمر هوية الطفل بتخليه عايش في الخيال مع انه لو تم انتاج فيلم واحد وتباعد تذكره بسعر معقول بس يتعمل فيلم صح يعني ما يباش انه عشان فيلم للاطفال لا يعني احنا بنشوف الافلام اللي معمولة برا مصر اللي ولادنا بيتعلقوا بيها هل هي مثلا نجمة كبيرة زي انجيلينة جولي ممكن تعمل صوت بس لكرتون لسمكة ويتصرف على الفيلم امكانيات كبيرة جدا جدا كمان برا بيت ممكن يعمل صوت الباتشينو يعني النجوم الكبار يعني حتى دول قدموا كتير جدا في المسيرة السينمائية بتاعتهم ونجوم هوليود وكل حاجة ومع ذلك ما نسيوش يقدموا للاطفال ابداع فانا حزينة كل الحزن ان انا ما عنديش حاجة مصري ولدي يتفرجوا عليها اجيبها منين طيب اجيبها منين افكروا ازاي اقولوا فتكر ازاي انت يعني ده طفل يا جماعة خلي بالكم احنا نتعامل مع طفل ومتيجي نتعامل مع الكبار لانه في لغات حوار انت ممكن احنا يعني تخضبوا بيها وبتعمل حوارات مجتمعية كتير جدا عشان الشباب بالمنازمة يعني احنا الدولة مهتمة بالشباب اهتمام غير عادي من كل المؤسسات الحكومية والغير حكومية من كل منظمات المجتمع المدني هتلاقيهم الاهتمام بالشباب الشباب الشباب طيب اين الحوار المجتمعي للاطفال